اجتماع فخمة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع وزير خارجيتنا السيد سامح شكري الاجتماع كان عن ايه؟ تناول الاجتماع قيام معالي وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الرئيس طبعا شاف هذا التقرير جيدا رحب بالجهد اللي بتبزله اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكل الوزارات والجهات الوطنية اللي بتنفذ هذه الاستراتيجية الوطنية اللي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة معمولة فقط لأن مصر بتطلع لقدام طيب وبالمناسبة تنفيذها واحد من أهم أولويات الحكومة المصرية ليه؟ لو بالمنطق التنفيذي الحكومي الله لها أثار إيجابية كثيرة على النهوض بالمجتمع بشكل عام أكد فخامة الرئيس على إيه بقى؟ على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيز الجهود دي علشان نقدر نستمر في تحسين المناخ العام للحقوق ركز معايا للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل عاما وليس خاصا عينان وليست عين واحدة إزاي؟ بما يتصق خد بالك أي حاجة في الدنيا إن كان مش متصقة بدستور أو بقانون يبقى كلام فاضي يبقى هنا رئيس بيوجه بإيه؟ بما يتصق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية بيوجه فخامة الرئيس الحكومة بتعزيز هذه الجهود واتخاذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة ومهمة أوي تزليل كل العقبات اللي ممكن تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية فخامة الرئيس كمان وجه بضرورة مواصلة التعاون ما بين اللجنة وما بين بقى مختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة حتى يتم فعلاً خلق تعزيز حقيقي لهذه الجهود كلها متصلة بحقوق الإنسان في الحالة دي بحقوق الإنسان في مصر أكيد يا جماعة مش في أفريقيا وفي إطار نهج تشاركي المجتمع يا تشارك ليه؟ عشان نبنيه طيب كمان مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وكافة الأليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان علشان مصر تقدر تستفيد من هذه الخبرات مصر تقدر تستفيد من هذه الممارسات فيما يتعلق فعلاً بحقوق الإنسان واضح جداً جداً من توجيهات الرئيس إنه الاهتمام أصيل وشديد التركيز الرئيس كمان طالب بالتركيز على التنفيذ يعني وصلنا إلى نتائج عايزين ننفذ عايزين نوصل للمستهدفات بتاعة هذه الاستراتيجية في المحاور الخامسة بتاعتها ومش عاوزين نغلب محور على الآخر وإنما يكون التنفيذ متساوي بين كل المحاور علشان نقدر نحقق النقلة النوعية في المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل كمان الرئيس الحقيقة يوجه باستمرار جهود بناء القدرات لكل العاملين في أجهزة الدولة المختلفة نشر ثقافة الحق الإنساني رفع مستوى الوعي بالطريقة اللي بينص عليها الدستور والقوانين الوطنية التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان التزامات مصر نحية كل فرد وإعطاءه كافة حقوقه ومطلبته كمان باللي عليه من واجبات عزيز المواطن تطالبه بالحق فعليك أن تؤدي الواجب أديت الواجب الحق هيجي لك على طبق منفضة بمنتهى البساطة يعني شوف الحقوق طول الوقت بتطلق في هذا البلد طالما أنك بتقوم باللي عليك مش بتقوم باللي عليك لأنك أنت ترسي في المكنة إطلاقا لأنك إنسان مصري ولأن الدولة مقدرة جدا معنى كلمة إنسان ومعنى وأهمية أن أنت مصري